قرر مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس خطة العمل الوطنية وفق الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة للتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال في مختلف القطاعات الأسرية والسكنية والخدمية والتنموية والسعي إلى تأمين احتياجات المتضررين وآليات إعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المواطنين المتضررين من الزلزال والذين فقدوا بطاقاتهم الإلكترونية مراجعة مراكز إصدار البطاقات الإلكترونية للحصول على بدل ضائع في محافظتي حالب والذيقية مشيرة إلى أنه مجرد وجود بطاقة الهوية لرب الأسرة أو دفتر العائلة يكفي أعلنت مجموعة النفط البولندية العملاقة أورلين توقف الجانب الروسي عن ضخ النفط إليها عبر خط أنبيب دروكبا بموجب العقد الأخير الساري والذي كان يغطي نحو 10% من احتياجات أورلين لم يتمكن وزراء مالية مجموعة العشرين من تجاوز خلافاتهم حول الحرب الروسية الأوكرانية والتجه لمناقشة اقتراحات لإعادة هيكلة ديون الدول المتعثرة حسب ما ذكرت وسائل إعلام هذا وأصرت البلاد المتحدة وحلفاؤها في مجموعة الدول السبعة الصناعية الكبرى على إصدار بيانا يدين روسيا بوضوح بسبب الحرب لكن المبعوثين الروس والصينيين عارضوا هذه اللهجة قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في اجتماع مع صندوق النقد والهند والصين والدول الدائنة الأخرى إن البنك الدولي سيقدم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة الديون للاقتصادات المتعثرة وأضاف مالباس على هامش اجتماع القادة الماليين لمجموعة العشرين أن البنك الدولي ملتزم بتوفير صاف تدفقات إيجابية بطريقة تزيد من التيسير في عملية إعادة الهيكلة ترجمة نانسي قنقر